قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم أبو لاعب المنتخب المغربي كين سوفيان لا يتعاطى المخدرات ونادرا ما يشرب عجل حكيم زياش يتلقى خبرا سعيدا مع فريقه تشيسي بقدوم المدرب الجديد وليد راقراج يتخذ قرارا جديدا بخصوص المنتخب المغربي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار أبو لاعب المنتخب المغربي كين سوفيان لا يتعاطى المخدرات ونادرا ما يشرب تواصل الشرطة البلجيكية بحتها لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء حادث سير خطيرة تعرض لها لاعب المنتخب المغربي سوفيان كين وغادر اللاعب المشفى في الأيام القليلة الماضية متأثرا بمجموعة من الكسور في وقت يرى فيه الجميع أنه نجى بعجبة من موت محقق وأكد أبو اللاعب سوفيان كين في تصريحات للصحافة البلجيكية أن ابنه يبكي يوميا متأثرا بالحادث الخطير وزاد مواضحا ابني متأثرا جدا يبكي ظنا أنه كان بإمكانه إيداء الأطفال أو قتلهم وأضاف ابني ليس هو أخوان مانويل بطل العالم في سباقات الفورميلوان نحن لا نفهم ما حدث هذا الأمر غير مفهومين سوفيان ابني ولد لطيف وهادئ وختم كلامه قائلا سوفيان لا يتعطى المخدرات ونادرا ما يشرب عاجل حكيم زياش يتلقى خبرا سعيدا مع فريقي تشيلسي بقدوم المدرب الجديد أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الخميس عن تعاقده مع لعبه ومدربه السابق فرانك لامبارد حتى نهاية الموسم يأتي هذا القرار بعد رحيل المدرب كراهام بوتر بعد السوء النتائج التي حققها الفريق هذا الأسبوع ووفقا للتقارير شبكة سكاي سبورت الإنجليزية سيتم ترسم التعاقد مع لامبارد اليوم الخميس وسيقود الفريق في مباراة المقبلة ضد وولفر هامتون يوم السابق ويعتبر هذا الخيار مفاجئا للغاية حيث تم إقالة لامبارد من تدريب تشيلسي في يناير 2021 ثم تولى مقالدة إيفرتون قبل إقالتها أيضا هذا الموسم وقد ارتبط لامبارد بشكل وثيق بنادي تشيلسي حيث كان لعبا سابقا ورئيسيا وكان وراء التعاقد مع الدولي المغربي حكم زياش مع النادي اللندوني حيث أن لامبارد معجب جدا بحكم زياش وكان يعتمد عليه بشكل أساسي عندما كان مدربا لتشيلسي ويأتي تعيين لامبارد بمثابة فرصة كبيرة لحكم زياش لتحسين أدائه وتألقه في الموسم الجاري حيث يعتبر لامبارد المدرب المحبوب لللاعب المغربية ومن المتوقع أن يستفيد الفريق بشكل كبير من خبرات لامبارد وأن يتحسن أدائه ويحاقق نتائج إيجابية في المباريات القادمة وليد راقراقي يتخذ قرارا جديدا بخصوص المنتخب المغربي كشف مصدر مقرب من مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم وليد راقراقي أن الأخير وضعت سراتيجية عمل رفقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل الاعتماد على أكبر عدد من اللاعبين الشباب خلال المرحلة المقبلة وذلك التي هي الخلف الذي سيحمل مشعل المنتخب المغربي مستقبلا وتبع المصدر ذاته أن استراتيجية راقراقي تتمثل في توجه الدعوة إلى لاعبين الشباب من أجل حمل قميس المنتخب الوطني الأول ومنحهم فرصة المشاركة في المباريات الودية والاستئناس بأجواء المنتخب الأول وذلك ليكونوا في أتمي الاستعداد عندما توجه إليهم الدعوة لللاعب في المنتخب الوطني الأول وضف المصدر نفسه أن راقراقي يسعى إلى تخفيض معدل الأعمار بالزيادة في اللاعبين الشباب وإيجاد الخلف بالنسبة إلى بعض اللاعبين الذين ينتظر أن يغادروا المنتخب بعد تقدم أعمارهم مشيرا إلى أنه خلال كأس العالم الأخير بقطار أصبح المنتخب الوطني المغربي من المنتخبات التي تتوفر على اللاعبين الصغير السن وقد أظهر علو كعبهم وأن المنتخب الوطني سيستفيد منهم ولم يخفي راقراقي أن هناك لاعبين في الجيل الحالي للمنتخب المغربي بإمكانهم المشاركة في نهائية كأس العالم 2026 بحكم صغر سنهم وأنهم قادرون على التطور والبصم على التألق من جهة أخرى أغلق راقراقي الباب أمام مجموعة من الأسماء المترددة بشأن حمل قميس المنتخب الوطني حيث أكد أنه لن يقوم بالسدعي أي لاعب لانيت له في حمل قميس الأسود وأنه لن يقبل الموسى ومتى في الأمر وزاد المصدر داته أن راقراقي طالب بالنسيان ملف لاعب إبراهيم دياز متوسط ميدان السميلان الإيطالية والذي سبق أن جلسه لحمل قميس المنتخب المغربي إلا أنه لم يجد أي تجاوب من دياز ما جعله يصرف النظر عن الأمر واردف الناخب الوطني أن تألق الأسود في مونديا القطر وبلغهم دور نصف النهائية المسابقة جعل مجموعة من اللاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة يعبرون عن رغبتهم الكبيرة في حمل قميس المنتخب المغربي وإدرسوا راقراقي بمعية طاقمه المساعدة ملفة عدد من اللاعبين الجدد وسيقومون بانتقاء العناصر التي يمكن أن تعطي الإضافة للمنتخب الوطني الأول قاريدو قرارات الحكم جيد صحيحة والراجاوة المكعازية اضلمنا بزاف الله يأخذ الحق في هذا العواشر تحدث الإسباني خوان كارلوس قاريدو مدرب الويداد رياضي لكرة القدم عن تحكيم ردوان جيد خلال مباراة الدرب البيضاوي التي احتضنها مركب محمد الخامس بالداري البيضاء مساء الأربعاء لحساب الجولة الواحدة والعشرين من البطولة الاحترافية واعتبر قاريدو في الندوة الصعوبية التي تلت المباراة أن أداء الحكم جيد كان عاديا بالرغم من الصعوبات التي واجهته في ديربي صعب مليء بالضغوطات وقال قاريدو أن ردوان جيد حكم دولي وله تجربة في قيادة ديربيات كهذه كما أنه يعلن ما يراه بمساعدة تقنية الفيديو ووصف قاريدو قررت جيد بالصحيح بمساعدة الفار بما فيها ضربة الجزاء التي أعلن عنها ضد لاعب أمين فرحان بعد لمسه الكرة بيدها وخلص مدرب الويداد الرياضي إلى أن الحكم ردوان جيد قد قدم مباراة عادية في مباراة كانت صعبة وملئة بالضغوطات بالمقابل استشط اللاعب الرجاوي محمد المكعازي غضبا من تحكيم ردوان جيد متهم إياه بظلم فريقه وداعيا إلى إعادة النظر في التحكيم المكعازي وفي تصريحات عقبة المواجهة اعتبر أن ما تعرض له الفريق الأخضار ظلم حقيقي مردفا بالقول حشو موعيب ما وقع اليوم ويرى المكعازي أن الرجاء دائما ما تتعرض للظلم من التحكيم مردفا بالقول عرقنا يذهب سودان والله ياخذ الحق في هذا العواشر وكانت مباراة الدرب البيضاوي بين الرجاء والوداد الرياضيين التي انتهت بلا غالب ولا مغلوب بعدما اقتنص الفريق الأحمر تعادلا ثمينا أمام النسور الخضر في الوقت القتل بهدفين لمثلهما قد أطارت جدلا تحكيميا واتهامات للحكم جيد من الجانب الرجوي بالتحيز ومساعدة الغريم الودادية على إدراك نتيجة التعادل وبهذه النتيجة رفع الرجاء رسده إلى النقطة الرابعة والثلاثين في المركز الرابعة في حين وصل الوداد إلى النقطة الثالثة والأربعين في المرتبة الثانية خلف المتصدر الجيش الملكي قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار